من رحب فيكم جديد مشاهدين الكرام يقول الشعر الكبير بدر شاكر السياب في انشوضة المطر الشهيرة عيناك غابتان خيل ساعة السحر أو شرفتان راح ينقى عنهما القمر عيناك حين تبسمان تورق الكروم وترقص الأضواء كالأقمار في نهر فهي الطريقة هندرين عبر الشعر الكبير السياب عن جمال العيون ودي إلى تأثير كبير وسحر على الإنسان وحتى على الطبيعة وأكيد سهر كمان بيقول عن ترى بن شدات بيقول في وصف حبيبته عبلة فوديدته تقبيل السيوفي لأنها لمعت كبراقي ثغر كلمتسمين مثل ما نحن نشوف أنه كل شاعر كان بيوصف حبيبته أو مثلا عشيقته خلينا نقول مثلا القلوب يعني ما كان طبعا وبيبقى الجمال مثل ما بيقولوا الجمال وإبداع الخالق في خلقه طالما عم نحكي عن الجمال خلينا نحكي عن موضوع وعنوان حلقتنا الرئيسي لليوم اللي هو عن فن التجميل بين الحرفة والإبداع الفني أكيد لنحكي بشكل موسع أكتر على الموضوع خلونا راحب سوا بضيفتنا اختصاصية التجميل وفن المكياج سازان أمين صباح الخير أهلا وسهلا فيك معي شكرا صباح النور صباح الخير شارفتنا بين سمات زاقروس شكرا حبيبة قلبي مرسي شكرا ألقون تماما هذا اليوم كتير مهم بالنسبة للصبايا خلينا نقول من عمر 18 سنة وما فوق فكتير هلأ يعني راح يركزوا معنا خصوصا أنه الموضوع راح يكون عن الميكب شان فخلينا نبدي معيك بأول سؤال يا ترى الميكب بتجي عن طريق الفن أو إبداع إبداع والفن أكتر شي الفن بيجي لما أنت يعني مهنة هي بتجي آخر شي مهنة هو مهنة هلأ الشغل اللي أنت بتعملك أمام مهنة مو كل واحد عنده هيلطاقة بس المكياج مهنة بالطريقة أنه أنت حاب شغلك وتطوري على شغلك وفيه شغلات أنه بتكون نور ما لكل النسوان حابين نعملوا ميكياج كلنا إحنا وصغار بنعرف أنه المرة بتعمل ميكياج لما بتصير عروسة بتتجوز وبعدين لما يعني مسكرة شغل تروح حمرة بس الشغل شغل كميكب آرتست هي بتكون مهنة اللي أنتك ياها ومن الجوة لازم يجي وتكبري حالك وتتعلمي أكتر تماما وخصوصا قبل هلأ كمان كانوا بيستخدوا شوية مسكرة شوية كحلة نعم وشوية الحمرة حتى الحمرة كمان كانت على الخدود يعني عرفتي كيف فهلأ كمان الوضع تغير وصارت الميكيب انت بتعرف يعني حتى الشناتي بتتعبي ميكيب يمكن عندك وعندي وعن كل يارنا موفق هذا الشيء يعني هلأ وقت أمي وإمك وغيرنا وجيل القديم كان عندهم كحلة من يمكن من المكة كانوا بياخدوها كحلة السحري يمكن كان اسمها يمكن بس هلأ زي ما بتقول الجنطة مليان اللي عندنا كونتورين هاي لايت هاي فل كورج فاونديشن وعندك اللايت فاونديشن وعندك العيشارو وفي تي شرات طيب سازان هون بدي اسألك بما أنك خبير التجميل وعم تحكي عن كل هاي الأدوات تجميلية أكيد المعروف أنه الجمال هو جمال للروح من جورة صحيح بس أديش قدرت يعني هلأ الميكوب وأدوات التجميل بتقدر أنه تغير ملامح وأنه تجمل يعني إذا أجتك سيدة فينا نقول شوية مانا جميلة بالوجه يعني قداش بتقدري أنك تغيري وتعطيها جمال بوجه كل المرة به هاي الدنيا جميلة وكل واحد عنده البروفيل طبعه هو أنا شغلي بالنسبة إلي كيف أنا عم بستعمل التكنيك هو ميكياج تكنيك إنه في براندات عالمي عاملين أشكال ألوان من الميكياج بس هو شغلي أنا التكنيك كيف تستعملي بنعمل المخارة يمكن شوي عنده مشكلة بمخارة كبار بنزغر لياها إذا خدودها نازلة كيف بنعملها الليفتينج كيف بنعملها تاكسس بالكونتورينج كيف بنعمل حواجبها مثل بعض هو الحواجب دايما رازم يكون يعني أخوات موتو أم هاي يعني الكونتور الوجه وهيك سارة عم بيغير كتير من الملامح نعم لأي درجة سارة الميكيب عم بيغير إنه ملامح السيدة كتير بيغير بس بالطريقة كتير حلو ولسه فيه التش تبع يعني دعم فأنا بقول بيمكن بهذه الطريقة كمان البنات معد يرضوا على حالهم بشكلهم طبيعي يمكن صايرة معك أو مثلا الصبايا عم بيجتكو لك هذا الموضوع نعم مصح؟ نعم هلا الأكبر مشكلة اللي فيه موجود هلا بيجوا لما بيجوا بدوا يعملوا ميكياج ولا يغيروا حالهم بيجيبوا له سورة كايلي جينر ولا كم كان راشيا وبيقولوا بديكون مثل كايلي جينر طيب هذا اللحظة طالما الاختلافات اللي هني بيجيبوا لك كمسلا ميكب الفنانين أو مثلا المشاهير انتي كيف تتعامل معهم يعني كل الوش بيختلف عن التاني اي شوفي المشاهير كلهم عندهم وقتهم عندهم تيم كبير انه بيساعدوا هذا الشغلهم انه يتلعوا بالتلفزيون وهي الشغلهم لازم يبينوا حلو فمنقول المرة العادية اللي بالبيت وهلا جايبة ولستا تصلى يمكن اكتر من ثلاث سنين ما دار حالة بالبيت وبس تيجي عالصالون وتقولي انا حابب انه تكون مثل كيم كارداشن ما كيم كارداشن عاملة بلاوي عشان توصل على الجمال اللي عندي اياها ميكب عاملة عمليات تجميل ميكياج مو انه بس ميكياج نحطه خلصنا ميكياج كمان اول خطوة انه انتي لازم تكوني سكين كير دير بالك على البشرة تروحي بين فترة وفترة نحكي عن انواع البشرة كيف تتعاملي مع انواع البشرة اكيد تختلف من خطاة الاخرى والبشرة البيضة عن بشرة السمرة بشرة دهنية عن بشرة الجافة البشرة الدهنية عندها البرايمة تابعه عنده الفاموديشن تابعه التكنيك تابعه البشرة الناشفة كمان نفس الشي لازم يكون اكتر شي تحت كريم ولازم تكون موستورايز وفيها رطوبة كتير وعندنا اللي التينيجر عندهم حبوب عندهم اكنة عندهم مرايحين ما منطفين وشون هاي كمان اذا انتي بتتخيلي انه ما عامل الشي وكله وصخ وصخ فوق وتحتي فل كاوريج هذا بعمر ما راح يكون ميكياج صافي وحلو فهي بتكون اول شي يروحوا على هدول اللي بيعرفوا على سكين كير ويدهروا سكين كير طبعا وبعدين يجوا على الستيب تاني اللي بتكون ميكياج طيب سازان انتي قلتي انه مثلا بيجوا بيطلبوا منك مثلا صور فلانة يعني مثلا الفنانين او كذا المشاهد طيب بهاللحظة مثلا انتي قلتي لهم مثلا ما بيفيت كيفك يعني تقناعي برأيك القناعة للزبونة او مثلا للطبية اللي انتي فيك تعمل انا شغلي كالسيرفيس ما فيني بعمري الا انه هذا غلط انتي ما فيك تكوني مثلا بس انا في طريقتي انا كالسيرفيس عشان المشتريين دايما عندهم حق انتي كالسيرفيس بيجي المشتري يوم يعطيك المصاري وانتي لازم تنفذي شغلك فبس انا كخبرتي وشغلي مجبورة انه عطيه نصيحتي وهي حرة ازا بتتسمع مرات الوحدة ما بتشوف حالة ازا هي بعمره ما حاطة حمره احمر وحاطة بالا انه انا حمره احمر ما بيلوقلي مو حلو علي بس ازا انا حطيت الله اياها مع الشعر ومع اللبس وهي بتغير كل واحدة ازا بتعمل ميكياجة مرات او ازا ما عاملين شعرنا ما بيبين شيء من قول لحالنا شو هاد يي ولي حاطة كتير ميكياج يعني انت بتهتمي بتسريحات الشعر اكيد لازم شعره لازم اللبس كمان يكون كل واحد يعني الى طريقة خاصة طريقته نعم كل الزبائن اللي بيجوا لعندك او السيدات دك تهتمي بشعرهم ولبسهم يعني مو بس بيجوا بيعملوا ميكاب هو تيم كبير احنا عنا ياور تيم كبير لازم الواحد يساعد بعض يعني انا ما فيني اعمل كل شيء انا فيني اعطي نصيحة وفينا نقول وش هاي في وش نعم وفي مش مدور في وش بيجي شايب وكل واحد شايب في عيون اللي حزينة وفي عيون اللي يكون بطنة ايه في اشكال الواني شو يا اخر صيحات الموضة بنسبة للشعر يعني تسريحات الشعر بس احنا متعودين هون بالميدل إيست ولا بالإراك عام انه نعم شوي اوبر بنحب هاي قصة الاوبر بكل شيء اكيد تماما سيد سوزان بحب اليك انه انتي باخر فترات صرت كتير عم تعملي مثلا افنتات كتير حلوة ومسلا ما شاء الله يعني كل الصبايا بيجوا بتعلمون من تحت ايدك فعليت لو تحكيلي يعني ترى هل بيستفادوا شوي من الدورات اللي انتي بتعمليون مسلا الحمدلله اي صدق يعني مية بالمية انا دورتي بالكتير اكاديمية باعتي وبعطيهم الفرصة انه يتعلموا ستاب باي ستاب كم افنت انتي عملتي انا بلشت من 2016 صرت professional makeup artist وبلشت من 2017 اول دورة عملت هون بالكردستان طب في سبايا من اللي تخرجوا من عندك عملتي لهم دورات يعني فتحوا صالون ايه 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 في كتير منهم هون الحمدلله الحمدلله ايه انا بتعبع كل اللي كانوا عندي يعني دائما قصدي بتعطيهم النصائح بتشرفي عامل مع التواصل ودا ودايما بيعملوا لي تاقوا بعملهم ري بوست وانا دائما معهم ودايما بعطيهم دعم انه المرة قديما بتكون عندها وبس كتير مهم المرة عندها توقف على رجليه وفيها تعمل الشغل يمكن لما بتيجي على الدورة هي يومين ولا أربعة تيام ولا شهر يمكن هي بهاي الوقت مم مو بحاجة بلبيت تعمل مكياجة بس يمكن رح يجي يوم انه هي بحاجة تشتغل وتفتح صالون ساعتها هي تعلمة كل شي طيب خلينا شوي نحكي موضوع آخر يعني برأيك الصبايا هلالبنات بالمتاع تب بيكمروا شي بعمر 12 سنة 13 سنة فبيبلش بيعملوا سكين كير والميكوب يمكن مرة عليك يا سهر فهذا الشي بيرأيك يعني مو خطر على بشرة الأطفال يارتلوت كمان تحكينا شوي عن هذا الموضوع وتشرحي للمشاهدين انه كيف خطورتها على البشرة شوفي هو ما في خطورة أنا عندي بنتي البركة جودي عمر 12 سنة وأنا تعلمتها شكراً وأنا تعلمتها انه تري بالا على بشرتها جيلي أنا كان غير وجيي الأمي كان غير وجيي البناتي غير فالجو متغير والأكل متغير فبحاجة انه قد ما تبلش انت بعمر صغير بيكون أحسن لك انت فلا بس في كريمات يعني يكون ما فيه أورغانيك يعني ما فيه كتير شغلات انه في اي تي اين جيك هاي اكيد هاي اللي عمره 30 سنة وفوق بس للبنتي اللي عمره 12 فيه كتير شغلات ما بدي أقول للأسامي عشان ما بدي أعطي براند خصيصاً انه يكون بس كعام فيه فيه اهتمام فيه اهتمام ومهم انه البنت تعرف طيب انت حكيتي عن سكينكير طيب شو رأيك بالميكوب اللي عم بعملوه بعمر صغير هو شوفي اهمشين يعملوا شوية مسكرة ولا الليب غلوس انه ما فيه مشكلة بها هي يعملوا شوية غلوس اجا في حفلة شي شغلة اوكي بس انه كل يوم عالمدرسة لا اكيد بس انه بين فترة وفترة عندها الاحساس انه كيف المسكرة ولا تحسس حالة انه عشان بهنها يعنو هي راح تعمل المكياش طيب موضى رؤية يعني اذا بتكون 12 سنة ولا تكون 20 سنة طيب سازان فينا نحكي شوي عن بعض السيدات هن بشرتهم دهنية ويمكن الميكوب ما بيطول معهم ساعات زمنية طويلة او هيك ستقول بشبتم صحيا انه يستخدموا لبشرتهم اول شي ينطفوا وشهم كتير منيح وبعدين يحطوا كريم هما بيفكروا اذا هما كتير دهنية ما لازم يحطوا كريم بالعكس لازم تحت الكريم طبعي وتحت الفاونديشن بس السر طبعي انه قدي يضل ويتكون اسماه ترانسلوسينج باودر اللي بتكون لوس باودر قديما بتعملي لوس باودر وتعمليه مت بتكون احسن عشان احنا في كزا مكياج هون مكياج للتلفزيون غير عشان ايش دي هو بتكون غير مكياج للبرة غير بس عشان الجو هون من كتر شوب وفي اذا دهني ومع الشوب وهي حرارة جسمه كمان لما تتحرك هاي بيعطي اكتر واكتر شي بالتيزون رح يبين فالترانسلوسينج باودر يكون لوس باودر بيكون كتير مليح طيب مثل ما حكينا ببداية حلقتنا يعني العيون منذ القدم كانت هي مثل ملهم بالنسبة للشعراء لحتى كانوا يتغزلوا بجمال المرأة ويحكوا عن مفاتنا قدي انتي بشغلك وعملك خبيرة تجميل بتركزي على ابرز جمال العيون العيون كتير منهم عشان هو اول اي كونتاكت عم تعطي للشخص فكتير مهم اذا العيون بيكون صغار نكبرة اذا العيون بيكونوا كبار من الزغرة واذا العيون بيكونوا نازلين بتكونوا سيرعي بدنا كيف بدنا نعمل للليفتنج بالطريقة انه فينا نعمل للليفتنج هو اذا اكيد فيها انا بقول لحمة زيادة بس هاي اللي نازل شو اسمه تكون مبطنة كتير يعني انا بطن نازل كتير هاي ما فيكي تعملي بس اذا هي بتعمل تصريحة انه تشتفو وانتي بتعملي اي لينور بالكونسيلر تعمليلي شوية ليفتنج شوية تكنيك هون هون مع كونتاكورينج كونسيلر فينا انه نساعدة شوية نعطيها ليفتنج بس العيون كتير مهم مع الاسف عم نشوف يعني صارت موضة اغلب البنات كلهم فورا بيحطوا رموش شو هي العيون اللي ما بيناسبوها رموش تنصحيهم انه لا بلا رموش مشان ما يبينو صغار صح هو في العيون الزغار فيهم يحطوا رموش يحطوا سينجل لاشيس ولا يقصوها بس يحطوها بالطرف العين يعني مثلي انا نعم برافو عليكي فبهاي الطريقة انه يبين في منهم ما عندهم هاي الرموش الكتير فمجبورين انه المسكرة مسكرة حلو اذا ما بتعملي الايشادو كتير بس لما بتعملي الايشادو كتير وبتحتي مسكرة ما بيبين العيون يبين شوي كأنه بوكس ما اخذو ومبين خفيف فالرموش بيساعد والرموش كمان بيساعد اذا عندك شوي هاي بطن النازل انه تحتي الرموش هذا بيخبيع فمو كل العيون العيون الصغار اكيد بدهم بس النص وعيون اللي عندهم الكبار فيهم يستعملوا الكامل بس كمان لازم تقصيه حتى ما تكون اوفر كتير يعني عرفتكي هذا كتير مهم جديد ست سازان خلينا نحكي شوي قديش ساعدتك السوشال ميديا بمجال عملك او هل كان الى مثلا تأثير سلبي هو ساعدني كتير عم يفتح بوابك كتير كبيرة اذا انتي عندك بزنس وحابة انه تشتغلي فيها يعني بتوصل على العالم بخلال خمس داي بتوصل على كتير عالم فسوشال ميديا كتير قوي اذا انتي بتعرفي شو بتعمل كتير حلو كتير جميل ان الواحد بيعتمد على حاله اكتر ما بيعتمد على غيره لكن شو الفرق في طريقة الميك اوب يعني يعني الميك اوب العمل الميك اوب اللي بالبيت الميك اوب اللي بتكون مسلا خرج المنزل فيه مسلا الشو بينك او السهرات او غيره فعرت لو تحكينا عن طريقة الميك اوب لانه احنا متل ما عم نشوف انه حتى بالعمل صارو بيحطوا الميك اوب اوفر فانتي كنصيحتك او مثلا كخبرتك بالميك اوب وكأنك بروفشنال بالميك اوب يعني لو تحكي لنا او تنصحي الصبايا بهذا الموضوع اكيد كل مكان في عنده الميك اوب تبعه وكتير مهم انه احنا كمنسوان ما نتعب حالنا كتير انا بصراحة بحكي لكم الرموش بتعب العيون اللينسس بتعب العيون الميكياج اللي بتكون فل كوفرش فاموديش بتعب الوش كمان فهذا كله بيتأثر فانتي اذا بتعملي بالانس كتير حلو هلا اذا مو ضروري ان احنا نحط فلم ماسك وفلم ميك اوب لما منروح على السوبر ماركت مثلا ولا بتشتغلي بالافيس انتي نهار كلنا عاد على الافيس اوكي ما حدا يمكن بقى بشوفك بس اكيد لازم تبيني انه كريم مرتب خفيف مع مسكرة وممكن كاف هو في تنت اكتر شي هو كتير حلو اذا انتي بتعملي السكن كتير حلو وداري السكن تبعي اذا بس تعملي كريم وشوي تنت والليب كلوس ومسكرة بيكفي وفيه برو جيل بتعملي حواجبك وفيه سهرات اكيد السهرات كنا بنعرف ايلاينر وعدسات ورموش واللبس والفل كوفرش فانديشن نورمال فكل واحد الانستغرام اذا بنت تشتغلي ببارس سوشال ميريا فيك تعملي فيك كتير صور بدك تعملي هاي كمان بدك تعملي كذا الصور ولا الشوت انه تعملي جرافيك ايلاينر مرات عندك مرات عندك اغدر حسب فكل مناسبة عنده المكياج طبعه غلط اللي 24 ساعة بيحطوا نفس الماسك اليوم عشان هذا ما بيساعد انا بالنسبة الي بيأز البشرة ايه انا بالنسبة الي هذا الشغلي مرات ما حاب بعمل كل هاي بس شغلي عشان انا عندي البراند طبعي فانا اذا بدي بيع الرموش لازم انا حتى ايه يشوفوا مثلا عدسات نفس الشي فهذا شي غير لما بيكون شغل ولما بيكون نورمال شو الفرق بين المكياج العادي والمكياج السينمائي او مكياج الدراما المكياج العادي اكيد من كلنا نعرف انه بتكون فاونديشن مسكرة شوية ليب كلوس وهي القصة وسينمائي هذا غير يعني اذا للفيلم كل شي احنا منشوف فيلم زومبي ولا فيلم اكشن ولا دم ولا هذا كلنا ويصير يس هذا مكياج و اكاديمي خاص لهذا الاصلاك هذا المكياج الزومبي او هاي القصص انت اشتغلت حضرتك فيها اشتغلت فيها بس مو انه عملت كثير بس انا اشتغلت بالكذا فيلم بالاوروبا انه نعمل مكياج للمشاهيري اللي كانوا موجودين بالفيلم بس مو هذا الدم وهي القصص بس انا علمت هذا الشي شوفي كم ميكب أورتستنا مهم انه تتعلم كل شي كمان انتو مجالكم يمكن انتي شغلك هيك بس مهم انه تعرفي كل شي على الكاميرا على الباكستيج على كل شي لازم انتي هذا شغلك يعني اذا ما بتكوني توب بروفشنا بس مهم انه تعرفي شو القصة يعني كفتي بهذا المجال السينمائي هل فيه افلام شهيرة شاركتي فيها شاركت بكذا فيلم دانيماركي اللي بيكون مسلسل بس مو انه يتكون هيك عالمي بس اكتر شي كمان شاركت بالباكستيج اللي بتكون تبع الموزيعين متلكون لما بيعتوا برنامج للفوتبول ولا هيك قصة بس مو انه يكون فيلم اكشن كبير 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 منتي ان شاء الله يصل لك المرحلة ما حدا بيعرف اكيد برأيك سازان هاي يعني بهاللحظة أو يعني خلينا نقول بهالوقت الشباب كمان صاروا كتير يعتمدوا على الفن الميكب وخصوصا كمان صاروا بيتعلموا ومسلا بيحطوا حتى على بشرتهم يمكن منشوف كتير بالسوشال ميديا نحن ما رح نكون ضد ولكن بدنا رأيك بهالطريقة اللي هنا عم بيشتغلوا فيها طريقتهم كتير حلو اصلا انا دايما اي لو دايما بقول للرجال اللي بيعمل ميكب بيكون احلى من المرة اللي بيعملها ليش ما بعرف يمكن لانهن بيحبوا مثل ما هني بدهم يس يمكن ما بعرف بس عندهم تكنيك وستايل تابعهم يعني وقت انا ما بعرف قدي وقت عندي هون احكي بس كونتورينج وقته بلشت بالدراكوين دراكوين هدول اللي اللي الرجال بس عم يعمل يلبسوا مثل المرة فالكونتورينج بلش من منن وامتا صار تريند بالنقول المشاهير ولا بهاي كانت الميكب آرتست طبعا كيم كارداشين ميكب باي ماريو هو بلش في يعملها بالكارداشين ولما هي كانت عم تعمل هذا اللي كانت عندها ستتش هيك الكونتورينج كانت كتير حلوة والبروفيل طبعا يعني كل ميكب آرتست بيتمنى يعملها ميكياج لكيم كارداشين فعشان هي عاملة بروفيل طبعا كتير حلو فهو بلش مع فهم بيعرف عندهم السكنجر طبعا كتير حلو عندهم نظر خاصة في عندهم ويمكن بيفهموا مع المرأة بيفهموا المرأة وبيفهموا كيف المرأة تكون تطلع انوثنطة يمكن طب رأيك باختلاف المكياج الصيفي على المكياج الشتوي؟ مية بالمية مية بالمية الصيفي بتكون أكتر غلوي رتوبة أكتر فيه فيها الهايلايت لازم يبين أكتر خفيف يبين كأنه ميكب نو ميكب لك كأنك حتى مكياج بس ما مبينه كأنه ما حتى مكياج والشتوي لا أكيد بيكون شوي أكتر سارخ مثلا تحتي حمراء بني تعملي الايلاينر أكتر أسود تحت عيونك ويصير مع اللبس طب الشيطة بتنصحي الثبايا أنو يظلوا يستخدموا الواقع الشمسي أم لا حسب وين عايشة انتي بس الشمس شوفي إذا ما بيبين كمان هو الشمس بيدربك فبس واقع الشمسي بتحتي أكتر شي مو ضروري إذا بتحتي انتي تحتي الواقع الشمسي كمان لا عشان هذا مهما كان إذا ما كتير فيه شمس بس إذا فيه شمس أي أكيد مية بالمية واقع الشمسي كتير مهم خاصة هون لإراق لا ضروري إجباري تماما نحن بالبداية حكينا عن الميكب القديم مع بين الماضي والحاضر خلينا نقول يعني لحد هلأ فيه صبايا كتير سووا يعتمدوا على البرونز ليش يعني برأيك حتى في بنات يعني بياض اللي موجودة ببشرتهم يعني رهيب خلينا نقول مثل سنو ويت فبرأيك يعني حتى هنا كمان سووا يعتمدوا على البرونز فأنت شو رأيك بهذه الفكرة يعني البرونز كتير حلو أنا شخصيا كتير بيضة يعني هو يعطي رسم أكتر للبشرة مثلا؟ أنا شخصيا كتير بيضة وبعمل حالي برونز البرونز كتير حلو هو القصة البيضة كمان كل واحدة هلأ من مورو كانت بيضة ولما بتعمل ميكياج بتطلع واو عليه انتي كمان ما شاء الله عليك بيضة بيصير في وانتي كمان بيضة كنا بيضني بس مثلا الميكياج البرونز كتير حلو خاصة الصيفي إذا بتاخدي شمس والزولوش يكون أبيض وجسمك هون يكون برونز لازم تعملي بانانس بس هو القصة الكونتورين مرة تانية مقول وهلأ كتير تريند بتعملي بلوش يعني البلوش يبين كتير فهذا بيعطي لازم يكون بانانس إذا انتي كتير بيضة وتعملي هون بينك ولا ما بيطلع حلو لكل لون جماليتو بالنهاية كل سيدة هي شو بتحب اللون اللي بيسعدها ببين مفاتنا شو رأييك بالماكيرات هون بقربي العملون يعني بالتجميل من خلال أكيد انتي هون شفتي أكتر من شلحدة شو تقييمك لالون العملون ما شاء الله عليهم يعني كل لون شغلين شغل حلو وتطور كتير حلو بطريقة انه لما اجا سوشال ميريا انه بلشوا يشوفوا كتير يوتيوب يعني يوتيوب فيديو ويشوفوا السوشال ميديا وفي كتير منهم يعني بلشوا في منهم بلشوا بالكردي بلشوا يحكوا انه اكتر شي تعلموا منهم ويتعلموا شوي هون ويروحوا الكورسات صح اتطوروا حالهم كتير ومتغير شغلة يعني بالطريقة كتير حلو شغلون عنجات حلو والله يوفقوا كلهم عشان عنجات عم يعملوا شغلات كتير حلوة تماما وخصوصا اللي بيحبي تعلم هو من صغير فبيصير فنان بالميكوب مثلك حضرتك يعني حكينا بقبل هلأ انه حبيتي تكوني مثلا تعلمتيا وانتي بصغرك يعني صح فبعدما كبيرتي صرتي ما شاء الله عليك بروفشنال وصلتي للميكوب أردستات العالمية يعني حتى كمان قدرتي تشاركي معهم الميكوب وهيكا حكينا شوي عن هاي الموضة هاي الموضة كتير حلو إذا انتي عنجات بتحبيها الواحد بيطعب عشان يوصل على المرحلة اللي هي بديها تماما بس إذا عندك طموحات وحابة تشتغلي عليها فيك توصلي في منهم حابين بس يشتغلوا بالسالون ويطوروا حالهم للمشترين طبعهم وهذا كتير حلو كمان في منهم حابين يقعدوا دورات ويستشغلوا على حالهم ويوصلوا عالمي وفي منهم يعملوها بس بالبيت ويعملوا بين فترة وفترة شغلات فهو حسب اي اي جروب انتي عم تاغذي انا بالنسبة لي اكتر شي كنت عم بشوف حالي انه عم بعطي دورات وهذا كان التارغت طبعي من بداية والحمد الله وشكر يعني وصلت وتعلمت وعرفت كتير ميكاب آرتس عالمين بالغير دولة ويساعد كمان اكيد انه السوشال ميديا عطاني كتير دعم انه قدرت اوصل حالي لكتير منهم طيب ستزان بالنسبة لنوعية الميكاب الموجودة هون يعني بكردستان هل هي الكواليتي طبعة عالية يعني بتبين ملامح البشرة مثل الميكاب بالخارج بما انه كنت انتي حضرتك نعم شوفي هلما مرات فيه شغلات انه هما ما عن دنياها هون مثلا فيه باوروبا هذا الشي احنا كلنا منعرف يعني نوعية الميكاب قد بتأثر بيئسر كتير بيئسر كتير على شان التكنيك مهم اذا عندك انتي فاونڈا이션 وما بتحتي برايما الفاونڈا이션 ما بيطلع Brewster اذا كانت اليبرايما Isaiah الفاونڈا이션 ما بيطلع متل اذا كانت الييبرايما موجود ولا اذا مثلا انتي عم بتحتي فاونڈا이션 Ole?, الـ Quality طبعا مو كتير منيح والبرايما يعني كمان الـ Quality ممنيح ما رح يصير مع بعض بس اذا بتعرفي التكنيك ويمكن الـ Quality كمان مو كتير منيح يمكن فيك تساعدي هذا شوي بس كمان الجو والأكلك والبشرة كلها هاي كمان دور وبعدين بيجي قصة الـ product اللي انتي عم تستعملي الحمد لله كمان صار هلأ تطور كتير حلو هون بالأربيل وكردستان انه صار في براندات بس مو بهاي الطريقة اللي موجود الأكسس مثلا ما عنا في كتير براندات وما بدي عطي الأسامي بس مقام فيه بما انه عم تحكي انه الغذاء كمان يعني بيأثر على البشرة كمان متل ما بيقولوا شو المي صحيح شرب المياء بدرجة كبيرة هو بيأثر على نظارة البشرة فيه مي فيه النومة كتير مهمة النومة اذا ما بتاخدي النومة الكفاية اللي هاي كمان بتأثر على وشك كلنا بنعرف واذا الاكل اللي ما بيكون اكل الصحي انا ما بيقول احنا هون ما شاء الله ناكل وفيه اكل طيب بس مهم انه يكون مضر اكتر يعني للبشرة طب وفيه كمان اكتر شي بي انه كلاياتنا اكيد هندرين هلأ كل الصبايا وكل عالم سارت بتضل ادمان على السوشال ميديا والموبايل وهيك فهذا الشي عم بيأثر اسويدات تحت العين عند الكل الدو طبع تليفون بيأثر كتير صحيح خاص نس انا واحدة منهم بالليل لما بكون بتاخدوا عم بشوفها وبعدين ويقعد تليفون على وشك كيف ممكن نعالش السوات تحت العين السوات تحت العين هي بتكون ورثة اول شي وتاني شي هي بيجي اكيد مع العمر ومع النوم والقليلت الماء ما بتشربي وهي كله بيجي كيف ممكن اندارية شوي يعني؟ اندارية بهاي الطريقة انه انتي كريمات حاولي تشربي ماء كتير تعملي بين فترة وفترة بالكلينك تروح تنطفي وشك وتسمعي ما في كريم هوكوس بوكوس تحتي يروح هذا الشي انا بقلك يا عم بيساعد يمكن شوي بس مو بهاي الطريقة انه يروح بس في تكنيك ميكياجيا فيكي تعملي بعض اخصائيين التجميل عفوا بيقولوا انه ممكن عم بياخدوا بيعطوا قبر في فيتامينات او هيك هل بتنصح بهذا الشي او شي مؤذي تحك العين ما بعرف عشان انا ما مجربة فما حابة بعطي نسيحتي يعني ما مجربة بس من خلال يعني خبرتك اذا سامع بهاي دول الشي انا شخصيا عاملة فلر والفلر ما ساعدني بهذه الطريقة حسيت انه يعطي الزراء اكتر طلع ففي ريفلكشن انه بيعطي بالعشان هذا منطقة كتير حساس فما بعرف لسه ما جربت بس ساعدني انه بس بتنصح الشي الطبيعي يعني مثل قد ما فيكي طبيعي وقد ما فيكي انه تداري حالك بس التجميل معيب لا اكيد بتعملي ليفتن وتعملي بوتشكس ولا فيلر بس مهم انه تلاقي الشخص الصح اللي يعمل لك يا مو حيالة تروحي وما تحاولي قد ما بتقولي هون يكون مو كتير غالي خليني عامل قد ما تعملي انت كواليتي منيح انت بتستفيدي عشان بالنهاية احنا عم نحطها بوشنا ما منحطها على كنزة نغيرها بكرة صحيح حكيك يعني البعض بيقولوا انه ممكن الفيلر الكوري او الفرنسي عادي انه كله مثل بعض ولا هيا راح نحقنه بالبشرة هاد الشي غلط غلط انا بقول انه قد ما تلاقي ما سنتر يكون عنجات شغله حلو كواليتي منيح الدكتور منيح وتدفعي انت هذا بيكون احسن ما انت تروحي ما تدفعي كتير مكان مو كتير منيح والكواليتي مو منيح بس الاخر عم ندفعي بشرتك مية بالمية تماما اكيد بحب اسألك اخر سؤال صدا في كتير بنات وفي كتير صبايا بيعتمدوا على برند واحد ورغم هذا البرند كمان بيسيون بس بيخافوا يغيروا البرندات فنصحتك اللون يعني اكيد احنا ما منحب نذكر الاسامي ولكن نصحتك اللون يعني هذا الاعتماد الغلط اللي هنا يشاهليون راح يضررن بعدين؟ هو بيدر وما بيدر بس كل انسان وكل مرة وكل رجال بحاجة انه يغير بين فترة وفترة اذا انت بتستعملي نفس الكريم بعمرك ما تعرفي اي كريم بيساعدك اكتر اذا ما غيرتسي والشامبو نفس الشي فالمكياج هو نفس الشي كل يوم اذا بدنا نقول البرندات عم يطلعوا شغلات جديدة كل يوم عم يجي برند جديد تكنيك جديد احنا وعادين هلا يمكن مشي ترند جديد جاي فما فيك انت تضلي على نفس السيستم لازم تغيري وملامحنا ووشنا كمام بس نحبل نسمن شوي بعدين نطخف هاي كمام بيتغير ملامحنا فمهم انه تلاقي تكنيك تاني بطريقة اللي انت بتعملي ميكياج اكيد شكرا شكرا لاليك ولتوادير معنا انا حكيت كثير معلماتك القيمة اكيد كثير شوفنا استفادوا منك اكيد تماما حتى نحنا كمان استفادنا من هالموضوع لكن فريق النصمات حابوا يقدمولك هدية شكرا على التعب اللي انت قدمتي واكيد هالهدية طبعا حابين مثلا نعطيك اياه شكرا مع الكونزو مع الكونزو شكرا انتو الورد وانتو البكونزو شكرا 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 ألف مبروك ان شاء الله وانت كمان كتير تعبتي نوصلتي لها المرحلة الحمد الله وماشاء الله عليك يعني شغلك بروفرشنال عمالي انت وحتى النصائح اللي انت عم تعطي للصبايا كتير بروفرشنال شكرا كتير للك لا بليز يعني خلي عيونك لا تدمع شكرا على قناة الحلو زاقروز مرسي لكم شكرا 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 الله خليكم مرسي هلا مشاهدين الكرام صار الوقت لحتى الروح وانتبع فقرة اكسسوريس مع الزميلة أوفيليا ونشوف شو حضرت لنا لليوم